نزيف الغابة مستمر بميدالتة مساحات واسعة تتعرض لاستغلال جائر كما يرى ذلك سكان المنطقة فالكميات التي يتم قطعها يوميا تتجاوز طاقة الغابة ولعل الصورة هنا أغنى عن التعليق بالنسبة للغابة ديالنا كان نشوف هذا الاستنزاف لم يكن منهج ديالها كانت شكل واحد خطر كبير بالنسبة لنا لا بالنسبة للناس اللي جنب الواد لا بالنسبة للساكنة اللي في حوض ملوية من اللي نحتل وجدة كاملة حيث تكون شيئا الشياء للحجر هذا كيابط كما كنتلاحظ دورا ما بقاش عندنا التصراب الفوق ولا غير الحجر المجتمع المدني بميدالت خرج إلى الشارع من أجل دقناقوس الخطر المحدق بالثروة الغاباوية والمطالبة باتخاذ إجراءة استعجالية لوقف عمليات استنزاف الأشجار الساكنة ديال الماضر الحراوي الجماعة التي يزدق واحدة السكن ديال ميدالت كاملين وما كان يطلبوا طلب واحد يكون عندنا التزام ديال السلطة المحلية التي تريد وإدارية للناس اللي غير دول الحقق يكون عندنا التزام ديال الناس اللي كيمشوا ماينغون ماينغون يقربوا لها يكون عندنا التزام ديال المياء والغابات ما يعطيوش لديسيزيون لأن هذا الناس هاي توتيشريوا بوقع أرضية اللي هي كتحرث واصلا البراث اللي كتحرث ماينغونش فيها الشجر هما تشريوا للتران ولكن اللي يتيمشوا لغابات هيديرو شغل اخر تضررنا مشاور في الدنيا الناس طرقات والمسالك ما بقتش صالحة وضقينا البيبين دخلنا السيد العامل دخلنا المسؤولين دلنا مرسالات ما وصلنا لت معهم تشحل من جانبنا اتصلنا بالمندوبية الإقليمية للمياه واللغابات التي أكدت أن أصل المشكل قانوني متعلق بملكية الأرادية فيما لم نحصل على أي معلومات إضافية من طرف السلطات المحلية ليظل هذا الملف علقنا إلى إشعار آخر موسيقى